موسيقى كيف تتعزز الأخوة وتستمر وما الذي يذرها فتنفصم وتنقطع ولا تستمر فإن عرفنا ما يعززها عظفنا عليه بالنواجد وإذا عرفنا ما يوهنها تركناه وحاربناه وابتعدنا عنه وبذلك نسير على بصيرة في طريق الأخوة لأن هدف نواسبه هو أن تستمر الأخوة في الله لأنها يضامن تعرفوا تعرفوا كل أخوة مبنية علاماً على غير الإيمان ميتة عندكم الخبر هذه الأخوة المبنية على الجنس هذا هو عرب هذا هو التوركمان أراكم تشكرهم يدروا بعضهم بعض العربي هذا ياساري هذا يميني هذا مسلم هذا شيقتل شيء وليهودران فرحانين الأخوة مبنية على اللغة أخوة مبنية علامة زيد علامة علر على الوطن أخوة مبنية على الوطن أما الأخوة في الله مبنية على حقيقة دائمة والله يقول في صورة الزخرف ألخلاء يومئذ بعضهم لبعض مشيغ مفترقين عادوا يلعانوا بعضهم بعضاً إلا المتقين إلا أخوة بنت على التقوى هي تبقى في الدنيا ما كان الله دام واتصد وما كان لغير الله انقرض وانفصل الذي يدوم هو ما كان لله لأن الله حي لا يموت ومن اتصل بالحي الذي لا يموت اكتسب صفة الحياة الدائمة لأن حياته متصلة بحياة الحي القيوم الله الله حقائق واضحة في ديننا إذن في الهدف أنت عليها واسمه هي واسمه هل هدف أنت عليها هو أن تستمر إذن باش تستمر واسمه خصى إذن باش تستمر واسمه خصى إيه خصك تعرف الشي اللي يقوها ويعززها تديره زيد وتعرف اللي يوهنوها اللي يفسدها يكون تديرها اللي يقوها عشرة انتع الصفات وتدير صفة واحدة اللي تهدمها لكن اللي تهدمها تغلب لك كل شي لأن الحسد بوحده واسمه هيدا يأكلوا الحسنات كما تأكلوا الحطة بما بما يفسدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اللولة واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم السخرية الاستهزاء بالأخ فبحسب مريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم يكفيه شرا كما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال بحسب مريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كمل الشر تزعق على أخوك كم قالت كذا تقضحك عليه أنت ما تفهمش وانت كذا وانت درد كذا تعرفه في أوروبا كيف يدعوه؟ لا تعرفه كيف يدعوه؟ كيف يدعوه؟ من هنا يخطأ الأخوة ما يدعوه؟ ما يدعوه؟ يشجعوه؟ يقوه ونفسيته؟ يقول مزيان هذا الشيء الذي يدعوه؟ وفي هذا الشيء الذي ستنتجه؟ ولكن كان هناك خطأ يمكن تداركه إن شاء الله في المستقبل الأساتذاء في أمريكا من هنا يدخلوا للتحضيره؟ ما يدعوه؟ ما يدعوه؟ المعلم يدعوه عالم نفس أو العالمات نفس ما تقول لهم؟ تقول لهم أنتوما رجال الغد وأنتوما الأبطال وأنتوما اللغة من أمريكا وأنتوما اللغة يا لطيف يا لطيف أنت منحوس منحوس منقوس ألا وخانيا أن المؤمن إن شاء الله تعالى دائما دائما إن شاء الله تعالى لسا أنتعوا مع أخوته واسمه قال عمر ثلاثة يصفين لك ود أخيك اللي ولا واسمه أن تناديه بأحب أسمائه وأن تبدأه بالسلام وأن توسع له في المجلس زيدة سيدي زيدة سيدي زيدة سيدي عبد الحافظ زيدة سيدي عبد الحافظ ثلاثة يصفين لك ود أخيك أن تناديه بأحب الأسمائه إليه أسي كيف يسمي أسي عبد الحافظ أسي عبد الحافظ زيدة سيدي عبد الحافظ واحد العائلة نعرفها ماتوا بثلاثة تارخوت أقسم بالله يمن تشوفوا من يهضروا مع بعضهم بعضهم بغضلة تغير كل شيء يقول بعضهم سيدي 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 محمد سيدي أحمد سيدي أحمد يعني سبحان الله تمنى غير تلقى معهم يخرج على لسنهم العسل زيدة سيدي أحمد زيدة سيدي محمد زيدة سيدي أنت تستاذق مننا تقول له هل عور هل عمش هل عوج هل منحوس هل منقوس هل كارثة هل كارثة هل كارثة لا يسخر قوم من قوم علاش فتأتيك الرهبة من أن هذا الذي تنتقص منه يكون أعلى درجة عند الله منك وتحتاج لهم تلقيام شكرا للمواصلة عسا يكونوا خيرا منهم ولا نساء خلينا بالنساء النساء قعب شكل جاء العروس المرأة عند التعلاق تقول له أخوك راه ربجنا يا سيدي أراه الله يحفظ ويستر لا تتعرف اسموه وقال واش مساء قال لي انتي مني اسمعت يا شي أجال تفاط لا بدأ بقادر وعبه تقريرك حل دائرة بحال تسمق والسيدي ربك يقول ولا تلميزوا أنفسكم مش شوهد الشغالة ما منع لا تلميزوا أنفسكم لا تلميزوا أنفسكم زي ما واشنا نلمز نفسي أنا أنا نسمي روحي واحد تسمي لي مشي مزينا لا خوك هو نفسك إلا مشي تقول الخوك العماء على وراء ركت قلها الرص لأن المسلمون نفس واحدة ولهم حقوق مشتركة إلا مشي تعيرت خوك بشي اسمية مشي حتلت ما فأنك تعير نفسك المقروح ولا تلميزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيسل اسم الفسوق بعد الإيمان على عياذ بالله بعد أن آمنا وصرنا عبادا لله يسمي ونسمية لتحمل حمولة الفسق أنا معبد الله ونعبد ربي وتسميني المقهور المجرم وأنا يا ما كنت شسدي أنا مشي مجرم أبعد الإيمان تلقبني باسم يحمل حمولة والعياذ بالفاجرة فاسقة إن الذي يسمع الإسم الذي تضفيه عليه يحمل حمولة معناها تحد الله وأنا من عباد الله ماذا تقول لربك حينما يقول الله لك لقد ناديت أخاك باسم يحمل حمولة ضد مراد الله وهو من أحب عباد إلي كيف ترد على الله حين يسألك ولا تنابز بالقاب باسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتفأ أولئك هم الظالمون يا أيها الذين أجتنبوا كثيرا من الظن أتسيء الظن بأخيك ما عد فيه لمشى على شبطة إيه لأخيك أن يعرفوا على شبطة إيه بشكل هلال تسيء الظن فمن أفضل الأخلاق التي يحبها الله خلقان حسن الظن بالله أنا عند ظن بي فليظن بي من عبدي ما يشاء وحسن الظن بالمؤمنين قال تعالى في سورة النور لو لا لو لا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين حسن الظن بالمؤمنين ولا تجسسوا تقدر على أخوك تقدر ليه تجسس على أخوك بش يجيب لك الخبار عليه فين مشاه واسمه راه يدير واسمه هذا أخوك هذا تجسس يرى كتتعمل مع إسرائيل هل تخاف من أخيك أن يهجوم على بيتك لماذا هذا المرض في القلوب؟ ما الذي أوصل هذه القلوب إلى هذا المعاني؟ شكور ما الله ضعف الإنسان مع صدرب لأن هذه العامة مع صيادة مع صيادة أن صدرب ماشي له ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إذا غاب الأخ يتناول لحمه فيأكله والعياذ بالله وهو غائب يذكره بما يكره وهذه قمة الجبن والنفاق فإن من أخطر ما تصاب به الأخوة أن يلقى الأخ أخاه بوجه طلق وبكلام معسول فإذا غاب وأدبر انقلب عياذا بالله 360 درجة وتحول بعد ما كان يبتسم في وجهه إلى وجه مقتضب متهاجم تبدو عليه علامة الكراهية وإذا بلسانه الذي لقي به أخاه تنزل عليه الكلمات كالشاد إذا بها تترجم حقيقة ما في قلبه أعوذ بالله جاني أعودك المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله مش يمشي بعدني دار لغي البرح ويقول لا لا يرد ببا الرطيف الغيبة والغيبة أشد من الزينة لأن الزان قد يزني فيتوب ويندم فيتوب الله عليه والمغتاب لا يتوب الله عليه ما لم يسامحه من اغتابه ولا يغتاب بعضكم بعضا أيحب أحدكم وإياكم لنحم أخي من يتفكرتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم قال رسول الله في المسائل تعالي تخسر الأخوة والله يستر يا ربي في حديث احفظوه حديث مسلم عن سيدنا أبي هريرة قال قال رسول الله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم وأخو المسلم لا يظلموا لا يكذبوا لا يخذلوا لا يسلموا التقواها هنا وأشار ثلاث مرات إلى صدره بحسب مرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حديث عظيم اجتناب كل ما يؤدي إلى فساد الأخوة لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا والحسد تعرفه هو تمني زوال النعم التي أغرق الله فيها أخاك أولا ما شغل هو اللي عنده هو رأى عنده أعطل الله هو رأى عنده ضرب منه ضرب منه عارى عنده لا تحاسدوا لا تباغضوا البغضاء واسمو هي البغضاء واسمو هي البغضاء هي أن تحمل عياذا بالله البغض لأخيك والبغض مصيرا فين يدي لا تدابروا يواتف الدنس والعياذي بلا شيء يثقال على شيء لا تدابروا لا يبيع بعضكم على بيع بعض تبيع على بيع يا أخيك السيد يبيع يقولوا وش هالبعت يبعت بستين ألف أرواح نبيع لك غيب ربعين ألف أغيب ربعين ألف مالك أرواح نبيع لك غيب ربعين ألف طيّع على الألال الأخر ولا يخطب المسلم على خطبة أخيه خلي حتى يكمل هو أخرج بالخطبة وأنت جاي مورا هو جاي بالسكر وأنت أدي الكبش مازماش المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يظلمه في ديني يسبوك لا يظلمه في عرضي يقدر فيه لا يظلمه في مالي يأكلوا ماله لا يظلمه في كل شيء كل شيء لا يظلمه لا يخذله ما معنى يخذله عليه أن ينصره إذا كان في موقف يحتاجه أخوك إلى النصرة ما تسمحش فيه تقول له لا 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 شبع مطلوع مع طللا لا لا يخذله لا يكذبه لا يكذب عليه فكفى بالمرء إثبا أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له كاذب ما كيش شيء إثم عند الله أن تحدث أخاك بحديث أنت تعلم أنك كاذب وهو مسكين على نيته يعتقد أنك صادق ثم قال عليه الصلاة بحسب مرئين من الشر نجمع لكم هال المسائل اللي كتفسد الأخوة واسمه هي الواش واسمه هي واسمه هي قولوا هالي يلا جمع لي في كل ما وحدها ما تقول ليش التحاسد والطباغض والتضابر وتبيع على بيع البعض وصحس والضم والاستهزاء جمع لي في كل ما وحدها واسمه هي باش تكونوا عاقلين إن شاء الله هاو باسمه اللي تفسد الأخوة لا تعصي الله المعصية تفسد الأخوة قرأوا واش الدليل هو قوله تعالى من صورة صعد عشكي يقول سيدربي ها قال سيدربي سبحانه عز وجل في القرآن وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحان وقليل ما هم وقليل ما هم إلا درت الله ثالثكم إخوان الله معكم وطرقبوا لن يصدر منكم تجاه إخوانكم إلا ما يحب الله عمرو ما تدرش حاجة للضر بها أخوك لأن هذه هي معصية لله ستحاسب عليها إذن كيف شنايا نمشي والعياذ بالله نعصي الله بالإساءة إلى إخواني فكل معصية لله توسيقه فيها إلى إخوانك واسمو الدير تمشي عندك الحبلة على الأخوة واسمو وترققوا شوية زيد أخوة أخوة يدير أخوة أرقق شوية كل واحد ضوعة الموس زيد الأخوة شوية زيد شوية زيد شوية زيج وبقى يرقق 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 حتى بقت واحد الشعراء جاء واحد السيد رسرت قط قبضوا الخوت قال له أخوة دار شرك قط قبضوا في القهوة لهاك في الليل شكونوا هم أولاد عبو عب قادر ماذا تقولوا معظم باغ ماشي كانوا يصلي والفجر وكانوا وكذا أيها سيد الله إله هايل الله فهانوا على الله فأسلمهم الله إلى الشياطين وإلى أنفسهم إذن هذه اللولة فاش جمحة فاش جمحة ابتعد عن المعاصي حتى لا تفسد رباط الأخوة فكل معصية تنزد تفسد الرباط الآن اللي تخويها العكس واسموه الطاعات الطاعات يلا عطيونا الطاعات إن شاء الله بديو الطاعات اللولة إن شاء الله تعالى قال رسول الله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ما أحبه ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم بلى يا رسول الله وشو السلام بينكم اطلقاوا سلموا على بعضكم بعض قلسوا على كتاب الله وصنت رسول الله إياكم 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 أن تطلقوا أيديكم من حبل الله الذي يجمعكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتوا معداما فألف عندك عندك شو السلام بينكم ما من السلام لسانك في إخوانك سلام فالمسلمون من سلم المسلمون من لسلم هذو المسلمين ما تأذين مش فكيف بإخوانك ها سلام لإخوانك في التصرفات والأخلاق والحركات وفي كل ذلك تراقب ربك وأنت لا يبدر منك تجاه إخوانك إلا كل سلام السلام ما هي الهدراء السلام عليكم والقلب واسمه وإن شاء الله تعالى نسلم عليه وننضح كل شوية إن شاء الله ومن بعدنا هذه الخطة أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم ما معنى السلام بينكم السلام وإن الله أرسل وأرصد على مدرجة رجل خرج إلى قرية يزور أخاه في الله فقال ذا إلى أين قال أزور أخلي في القرية إيه ويقل ألك من نعمة تربها عليه لا ولما قال أحبه في الله في الله أنا ما نمشي لن مصلحة إلا نشوف خويا غير المصلحة إلا من نكون عندي المصلحة نضح كله ومن من الدول واللي نسبه ما أنا أنا هذه رفار صغير هشي ماشي نتعلمون مؤمنين هشي هشي نتعلمون هذي المصلحة هذي خوط المصلحة فقال لأبشر أنا ملك أنزلني الله من السماء خصيصا لأنقاك هنا في الطريق ملك يوي 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 يا ربي باشي اهتمي الأخوة الحقيقية ما لا كاسي أخوة محروصة من لدن الملك في عليائه الله 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 والمتحبون الإخوان المتحبون في الله اللي يجتمعونها يتظوروا كما هكذا في الله ويجيوا يديروا الدرس وكذا 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 وتحضر الماليكة تعرفوا هذا واسمه وش مهو يقولوا عندهم الله يقول الله يوم القيامة أين المتحبون فيه أين المتزاورون فيه أين المتجالسون فيه اليوم اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل تحت العرش لا يحزنون حينما يحزن الناس لا يبأسون حينما يبأس الناس لا يخافون فقرأ ألا إن أولياء الله هذه الولاية بشدها من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله ونكح لله فقد استكمل الإيمان استكمل الإيمان استكمل الإيمان فقرأ النبي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم قال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من يحشرون يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء ليسوا بأنبياء ولا شهداء فقال رجل من هم يا رسول الله قال أقوام تحبوا على روح الله من غير أرحام تجمعهم تحبوا في الله وجوههم نور على أرائك من نور يغبطهم النبيون والشهداء قول لله رحملك الوالدي احنا رحنا غيرنا حضروا وخلينا رد القلب ديالكم إن شاء الله لذلك المهارة عيومة القيامة قول لله رحملك الوالدي الإنسان عايش في الدنيا موقصر بحالنا ويحشروا يومة القيامة في واحد المكان اللي الأنبياء يغبطونه من هذا المجالس طيبا تعالوا وخوه في الله الله واكبر احنا ما عندنا عمل مكفسين بقاتلنا غير هال المحبة في الله منين تمشي ويبقى الأخ يتدق مع أخوه ويمشي هو وياه المحكمة يوسمو بقنا كانت بقاتلنا غير هذي بقنا غير هذا هذه الثانية السلام والتزاور في الله لكي يحدث التحابو حسبوا معي نور السلام ما تأذي حد واحد من خوتك وتزاور في الله والتزاور مفسرين هباش ديروا واحد النار الخمستاش اليوم والله في عشرية واجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله شيء آيات وشيء أحاديث واذكروا بعضكم بعض ما شيء من المفروض جيب عبد الله ولا جيب عقادر لا لا يعني الإخوان في الله عندكو تبقى وتخليه والفجوات كبرة حتى تصر الله بحل الأرض اللي ما تنحرث عشرين عام راي لا جي تتحرث الأرض اللي ما حرث عشرين عام غادي الطفل راي يكثر فيها العشب والسدراء وكذا وكذا فتعاهدوا هذه الأخوة بكثرة الزيارات والجلسات في الله هذه الثلثة يا الرابع عشر الله تعالى يا رب يا رب التكافل بين الأخوة هنا اللي إن شاء الله ضعيف نسير سير الضعيف وانا نعود له بفضل ما عندنا من نعم يفتقدها فهو الأولى كلا ديستي محمد الحمد لله إذن شاء الله تبارك وتعالى نعود بإذن الله بفضلي بفضلي ما عندنا بفضلي زيد على أخويا بعد هو اللي أقول شاء الله تعالى على أختي على ذاك شيء ما نشوف شرها كلها لا إلا ديالي اللي أولى هي اللي كنت فيها هي اللي أولى هي اللي أولى ما تشوف لها كلهاك هي اللي أولى فالصدقة زيد للمسكين صدقة والصدقة للفقير من 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 رحمي فنتان فنتان صدقة زيد وصل وصل تكافل الثالثة الرابعة زيد زيد أخويا وزيد الرابعة زيد اللي إن شاء الله تخوي قلنا السلام قلنا التزاور قلنا التكافل زيد الرابعة التعاون تعاون على من هذا الوقت أقول يتعاون على أغر Tucker تعاون فتكافل المجال المادي والتعاون في المجال الديني الإيماني في المجال ديني والإيماني قل تعالى وتعاونوا على البر والتقوى تعاونوا على من؟ على البر ما معنى البر؟ الأعمار الصالحة والتقوى منهاج المؤمنين الذي يقوي صلة الإخوان بالله تبارك وتعالى الخامسة إن شاء الله بعد التعاون واسمه هو التناصح فالدين النصيحة وأولى الناس بتقديم النصيحة هو أخوة الله يخلك يجيبوا غيرها الله يرحميك وديك الشي اللي قدرت ما كان بالإمكان تدير كذا وكذا وكذا وكيقول المسل أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تردعه عن الظلم تحجزه عن الظلم تمنعه من الظلم فتلك نصرتك لأخيك نصره على نفسك مش يكون الظلم وتزيد تقول له أعطل الله هكذا نبغيك زيد له قال الله فين غير تنصره الجهنم أنقذ أخاك من النار عن طريق التواصل بالحق والتواصل بالصبر والتناصح في الله والسادسة والأخيرة ما تنصر عليكم إن شاء الله تعالى وهي التناصر تنصر أخاك حينما يكون إن شاء الله تبارك وتعالى تنصره تنصره وتدعو له تدعو له في غيبته فدعاء الأخي لأخيه في ظل غيبه مستجاب فأيما مسلم يخذل في موقف وفي المسلمين والإخوال من يستطيع نصرته فلم يفعل خذله الله على رؤوس الأشياء نعطيقوا مثال صغير رحنا قلس للمجموعة ونظر واحد يتكلم فخوية أش كان ديرنا إلا سكت أكون شريكا معه في الإث إنكم إذن مثلهم ولكن النظر نقول له لا صعب هذا أخونا تهضر فيه فمن ذب عن عرضه نصره في غيبه من ذب عن عرض أخيه أي دافع عن عرض أخيه من ذب عن عرض أخيه في غيبته ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة تدفع على أخوك هذا أخوك هذا هذا أخوك هو يخذل وسط الجماعة وتتفرج إذن هذه بعض ما فتح الله تعالى إن شاء الله تعالى تكلمنا في البداية إن شاء الله تعالى على نعمة الإنسان في العائلة كيف يكون ثم تكلمنا عن العلاقة مع الله تعالى التي هي التقوى وهي أصل كل خير فوجب علي سيحافظ عليها ثم يتبعها ببر الوالدين بعد الموت فإن فعل يعود الله ببركة التقوى وبر الوالدين بالخير على العائلة فتستمر الأخوة وقلنا إن شاء الله هذه الأخوة يخصها ما يعضضها فتستمر وما يوهنها نتجنبه وبدأنا بتلك التي عياذا بالله تؤدي إلى وجمعناها في كلمة وحدها واسموية هي المعصية فالمعصية زيد توهن رابطة الأخوة والثانية واسموية التي تدعمها واسموية طاعة الله تدعمها وذكرنا بعض الأمثلة في هذه التي توهنها اعتمدنا على صورة الحجورات وحديث لا تحاسل جمعنا زوج بعض تلك التي توهن العقيدة عقيدة الأخوة في صورة الحجورات وفي حديث لا تحاسل وبعض التي تدعمها وتؤيدها فذكرنا السلام والتصاور وذكرنا أشياء إن شاء الله تبارك وتعالي من قبل التكافل والتعاون والتناصح والتناصر فنسأل الله تعالى سبحانه أن يكرمنا بنعمة الأخوة في الله فلها لذة لا يشعر بها إلا من فقدها وأختم باللذة تحا أثر أثر تحا واسموية أثر تحا أولا أن تجد لذة للإيمان روى الإمام بخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله لحب لله يدوق الإيمان الثانية واجبت محبتي للمتحابين فيه يحبك الله المتحابين يحبهم الله صديقه أربي يقول في الحالي القصي وجبت محبتي للمتحابين فيه يحبك الله والمأسائل الخيرات الخرى ما تذكرهاش والكرام ديالوليهم والجمعة والاتيحات والخيرات اللي يعطيهم ما نهضرش عليها ندرغي على هذه وزوش ما ندرغي على هذه وزوش لا إله الله فنسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا لمية في الخير وصل الله على حبيبنا محمد الله تعالى على وعلم واستسمحكم على هذه الإطالة وجزاكم الله خيرا